الزوجة اللي زوجها تزاوج الثانية او الثلاثة او الرابعة انت عندك ثلاث مسارات اختار واحد من الثلاثة انا الوقت دخلت واحد المتصل بي على البيت قال له يا جماعة عبدالرحمن منصور الجماعة متوق قناة النادى جوزوه اصطر يا رب مثلا سيد محمد توفيق قال له في قاعدة كده قال له ده عند عروسة ومشاء الله جليلة وحلوة تمام ودينة وخلوقة فعبدالرحمن قال له تفين ابوها جيل مأزون وجيل عروسة وتنمينا الفرق يا رب زل اي زوجة لها تلات مسارات في التعاون مع الموقف ده الموقف الاول ان هي تقيم الدنيا ولا تقعدها وده في الغالب اغلب كده تقلب عليه الاب تجيبه من طربته الاب من قد روح له عند القبر ابنك عمل كذا كذا كلمه في الحلم وتكلم حماته وتكلم اخوات زوجه وتكلم الرجالة وتكلم النساء والنسوان والحريم وكل لغة عربية واتكلم الدنيا كلها طيب وبعدين وتكذب وتتحرى الكذب نعم تختلق يعني حاجات ايه ده انتوا فكرين انا اللي عرفان انا المربيا يا حبيب طيب قولي يا سيدي تكون كلمة من الشرق وكلمة من الغرب واخدت حكمت فيها الغيرات المدمومة نعم وفي الآخر اه انا مش هعيش هسيب لك العيال طيب ما فيش مشكلة وبعد ما تسيب العيال غالبهم والله وبالله وتالله كنت عامل دورة في التعدد غالب الاخوات اللي طلبوا الطلاق قالتلي شوف لنا زوج ولو اكون زودة ثانية سبحان الله ايوة ولا بقول لك وعد فكري لما كل ده ده دي روح انتقام سننا دكتور رحمة اه فضل ايوة عفوا لا لا فضل ايوة اتفكري ان كل اللي حواليك ابوك وامك واخواتك 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 وخلاتك وعماتك والاخوات اللي في ضر القرآن واللي في معهد العلوم الشرعية والجيران واللي في اندونيسيا وبلزا وطايلاند ومنجلديش وفي القرى السوداء كلهم ساعة الموقف ده وقف فين معاك سبيلوا العيال سبيلوا العيال سبيلوا العيال وتكرى الله عند اهلك انا معاك قعدت في بيت اهلك يوم اتنين تلاتة شهر اتنين كلهم معاك وبعد كده زوج اختك هيقول لها ما تقرفينيش انا تعبت من الكلام في قضية اختك نعم وابوك يقول يا جماعة انا راجل بقيت عندي سبعين سنة عاوز اعيش وعاوز ارتاح في اخر يومين واماك تقول يا بنت انا جالي السكر بسببك ربي لا يسامحك نعم الكل بدأ يعمل ايه يفضل من حولك وفضلت الوحدك وساعتها لما تيجي تفكر ترجع الجوزك هيقول لك باي باي الف سلام بقى تجوز تاريخ تانين طيب يبقى يبقى المساري الاول تعمله كده رجل بتناطح رجل نعم وهنا هي الخسران بلا شك حتى ولو قالت فيه ما قالت ورجعت برضو الا ان قلبه ما زال مكسورة خلاصة نعم والقلب امتلأ خلاصة اه ومش هينسى صحيح حتى لو حبيتها ناسة نعم هيجي في وقت هيحصل في الانفجار الحالة الثانية انها ترضى ظاهرا بس لما برجع البيت تبقى لكشة شعرها او دربة في الخلاط دربة في الخلاط انت تعلمت انت عفريتا شكرا احمد انت او ما تعملش الأكل اللي بيحبه او تطنشه كأنه مش موجود او تهمل في حكته الشخصية او مش عارف تحرض عليه العيان هي ظاهرة بتقول انا راضية بس كل اللي تعمله تحريض ليطلق الزوجة الثانية وانت اللي خسرانا برده الثالثة يا ربي هذا قضائك وخدق نعم والتعدد زي بالنسبة للمرأة زي الأمومة هو للرجل فطرة سبحان الله وممكن يكون متجوز احب النساء لقلبه في الدنيا وزوجته الأولى لها فضل لا ينسى وفيها كل حاجة حلوة في حياته نعم ومع ذلك النبي تجوز على عيشها ليضاف عنه وعلا فالحالة الثالثة ودي أفضل النساء فرض بقضاء الله وقدر اللي ربنا قدره الله وساعتها تبذل اقصى ما عندها نعم ان تخرج من هذه الأزمة تعمل ايه؟ ما يبقاش عبدالله ممصور ومحور الكون مش موجود الدنيا بتدرك كف على كف بعمل ايه هناك وما راحوا فين جم من ايه اكلوا فين سووا ايه وادوا ايه وما تشغليش نفسك بهان اشغالي نفسك انت بقى لك عشر سنة عمز تحفظ القرآن لسه ما حفظيش ابدأ احفظ القرآن متعلمتش مهارات اتعلمي مهارات جديدة التطريس ولا الخياطة ولا مش عارف تحفظي أخوات على النت ولا بنات تنزلي بقراء القرآن المهم حاوله تشغلي نفسك بعمل صالح الحاجة الثالثة واتحش يسألي جوزي تقولت فين وعملت قوة ديته ايه؟ انت مكده بتقلبه على نفسك المواجه الحاجة الرابعة ودي مهمة جيدة لو امك اللي بتقلبه على جوزك تقفل السكة معاه بريها بس اللي تفتح فيه هذا المواجه لو حد من اخواتك بتعود معاه ولكل المعددين ولاد ستين في سبعين في تمانين ولا واحد فيهم جويس اقطع الاختب بها طالما ستقلبك على زوجه واسع الله هنبارك لك وافتكر ان عندنا في مصر تسعة مليون مرأة بلا زوج تسعة مليون ما بين مطلقة ورملة الله لا والله سبحان الله الكلام جيه كده فألم لكم رأسهم الحاجة ولكن الكلام قد فهنعلمهم برضو ده برضو من ضمن التأهيل برضو ان العزاء الله ده أنا باقترح من الان على البلات اللي معاي في الاكاديميات ولا بنتي ولا تفطرني انت قاعدة كده ولقيت جوزك ام دخل عليكي ببوكيوان وقال لك يا سمية انت تشك في حبي ما تقول له لا حبيب وتعملوله الحركة اللي بيعملوها دي كويس وبعدين قعدتوا ساعتين تحبوا في بعض وبعدين قال لي في الاخر حبيبة قلبي انا عاز اقولك على مفاجأة الموسم مع نهاية العام مش هتبركيدي بقى ايه حبيبة قلبي يوم حاطت قيده في جيبه كده ولا دي خاتم الزواج الزوجة الثانية هتقول له الفة الف مبروكة حبيبي تعال اخذوا بابو الحضن واحدة هتعمل كده لا مستحيل اش هتعمل كده انا بقول لك فجأة ان جوزك حمال كده رد فعلك ازاي خذي فترة جدنك بعنافسك وافضل حاجة تعملها لو ربنا قاله نعم واستعينوا بالصبر والسلام